بدأت السلطات التركية في بناء منطقة إقامة مؤقتة لاستعاب نحو 19 ألف شخص من الناجيين من الزلزال وكانت السلطات المحلية عنات انتهاء عملية البحث عن ناجيين باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهطعي بعد نحو أسبوعين على واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية بدأت السلطات التركية في بناء منطقة إقامة مؤقتة بمنطقتين نورداغ وإصلاحية في غازي عنتاب التي تضررت من الزلزال المدمر وذلك في محاولة لاستيعاب المواطنين المتضررين من الكارثة المنطقة الجديدة ستستوعب نحو 19 ألف شخص حيث أنها تتكون من 3280 واحدة سكنية وجاء هذا فيما أعلنت السلطات المحلية انتهاء عمليات البحث عن ناجيين من الزلزال باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهطعي ويأتي توقف عمليات البحث بعد تضاءل الأمال في العثور على ناجيين أحياء بعد مرور نحو 13 يوما على الزلزال المدمر وفي تواصل لجهود المساعدة أجرى وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة هي الأولى له إلى تركيا منذ توليه لمنصبه حيث أعلن خلالها عن مساعدات إضافية بـ 100 مليون دولار لمنكوب الزلزال وفي آخر إحصاء للقتل أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع ضحايا الزلزال لأكثر من 41 ألف شخص هي إذن جهود ومحاولات لمساعدة المتضررين من الكارثة وتوفير مساكن بديلة مؤقتة للمتضررين من الزلزال الذي ترك وراءه ضمارا كبيرا